السلام عليكم أصدقاء المحترمين وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة بيقولوا في المثل الشعبي الجري نص الجدعانة وده لما حد يدخل خناء أو يلاقي اللي قدامه مجموعة كبيرة أو حد ضخم جدا مش هيقدر عليه فالجري في الحالة دي نص الجدعانة ولكن ده ممكن يحصل لما يكون معاك أخوك ابن عمك واحد صاحبك صديق ولكن لما يكون مراتك اللي معاك فما اعتقدش ان دي جدعانة أبدا بعد جواز استمر لمدة شهرين بتتوجه الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة وبترفع قضية خلعة على جزها وبتقول في الأسباب ان هو راجل شخصيته ضعيفة جدا وتعرضت معاه لمشاكل من أول ما حصل موضوع الجواز لغاية الوقت اللي رفعت عليه قضية خلعة وبتقول ان شخصيته الضعيفة على مدار الفترة اللي عاشتها معاه اتسببت معاه في مشاكل كبيرة جدا أولا اتعرضت لإهانات وتدخلات في حياتها من أمه ومن إخواته ومن قريبه لدرجة ان يوم من الأيام كانت ركبة معاه العربية بتاعته ومشيين في الطريق حصل مشكلة ما بينه وما بين حد تاني راكب العربية كسر عليه أو ده كسر عليه أو حصل احتكاك ما بينهم فمجرد بنزل الشخص التاني وبدأ يتكلم مع الزوج والزوجة كانت موجودة بدأت تدخل الراجل ساب مراته في الخناءة في الطريق مع شخص غريب وسبها ومشيين طبعا المشكلة استمرت وحصل مشكلة ما بينها وما بين الشخص ده هي راحت الاسم وحررت محضر ولما رجعت اشتكت لأهله وأخوها راح بيعتبه بيقول له ليه عملت كده وازاي تسيم أختي في الشارع افرد الراجل ده كان ضربها افرد تعرضت لمشكلة أكبر من كده قال له بص بقى أنا راجل ما بحبش المشاكل عايز هي تروح تتخانق تتخانق الموقف الغريب ده ساب أثر سلبي جدا عند الزوجة خصوصا وهي بتقول انه الموضوع لما تطور بعد كده حست ان الراجل ده مش مجرد ان شخصيته ضعيفة ولكن هو مش متجوزها علشان بيحبها كان الهدف الاساسي من جوازه ومن الست دي هي ان هي بتشتغل وعندها مرتب كويس لانه بعد كده بدأ يعتمد على مرتبها وبتقول ان أنا بعد كده بدأت اتحمل جزء كبير جدا من نفقات البيت ولكن هو مش بيقدر الكلام ده ومش بيحميني حتى من قريبه ومن تدخل أمه وتدخل إخواته في حياتنا الشخصية الخلافات لما ازدادت ما بينهم سابت البيت طبعا وبعدت عنه هو راح الإجراءات الطبيعية لما بيحصل في حالة عناد وحالة مشاكل كبيرة ومتصاعدة ما بيقدرش الأهل يلموها على طول بتبتدي الإجراءات الطبيعية بين الشخصين هو بيروح يرفع قضية طاعة أو يرفع دعوة طاعة أو دعوة نشوز الزوجة من ناحية تانية بتبتدي ترفع قضية تبديد منقولات كل واحد بيطلع الأسلحة اللي عنده من بعد ما بتفشل الجلسات العرفية أو محاولة الأهل علشان يلموا الموضوع ما بينهم الشرخ لما بيكبر ما بين الزوجين بيبتدي كل واحد ليه حق أو ملهوش حق يبتدي يدور على الأسلحة القانونية اللي يبتدي يضغط بيها على الطرف الآخر الزوج من ناحيته بيبتدي يرفع دعوة طاعة بيبتدي يرفع دعوة نشوز وبيبتدي الزوجة من طرفها تبتدي ترفع قضية تبديد منقولات على الزوج هي بتقول إنه هو بالفعل بدد المنقولات وراح بوز الشقة وعمل مشاكل كبيرة جدا هي من ناحيتها مش عايزة ترجع له وبيوصل الأمر بيها إن هي ترفع قضية خلعة على جزهة علشان تخلص منه ومن ضعف شخصيته قدام أهلها وقدام أهله ومن ناحية تانية ضعف شخصيته واعتماده على المصدر المادي بالنسبة لها وبتقول إن أنا واصلة لطريق مستود مع الراجل ده وبندم ندم شديد جدا على دخولي تجربة من النوع ده مع راجل غير كفء وما يقدرش يتحمل مسئولية بيت ولا يحمي زوجته من أهله ومن الغريب ومن حتى نفسه هو شخصيا الحقيقة في قضية النهاردة اللي أنا سايب الرابط بتاع القضية بكل تفاصيلها فأول تعليق مسبت أسفل الفيديو مش جديد كتير جدا من الزوجات مجرد ما بيتجوزوا ويمر على جوازهم شهر اتنين تلاتة بيبتدوا يرفعوا دعاوي على الزوج وبيكون السند الأساسي بالنسبة لهم ان هو ضعيف الشخصية وما بيحميش مراته قدام أهله وقدام الغريب كتير جدا من الزوجات رفعوا أضايا بالأسباب دي في المقابل بيبتد الزوج يقول ان هي دائمة المشاكل مع أمي بتعمل مشاكل كتير مع أهلي طيب أنا أعمل إيه علشان خاطر الزوجة أعادي أمي اللي خلفتني وربتني وليها الفضل الأول علي أحيانا بتكون الأم صاحبة شخصية قوية وتبتدي تدخل بدورها علشان فيه نوع من الغيرة من الزوجة على ابنها اللي خلفته وربته وكبرته فبتبتدي تحس إن الزوجة دي بتستحوز عليه وبتحاول تبعده عن أمه فعلشان كده بيكون رد فعل من الأم تجاه الزوجة دايما ممكن تكون متربصة بيها شوية ممكن تكون على أدفه الأسباب وأقل الأسباب بتصطنع المشاكل ولكن دايما بيكون خلف الدافع للأم أو تصرف الأم هو الغيرة من الزوجة بشكل نسبي وبيختلف طبعا الشخصية من أم إلى أم فبعض الأمهات طبعا بيفضلوا سعادة ابنهم ودايما تقولوا خلي بالك من زوجتك رعي ربنا فيها هي بنت ناس برضو وكتير جدا من الأمهات بيقفوا في صف الزوجة ضد الإبن في بعض التصرفات ولكن في قضية النهاردة أنا شامم ريحة عناد شايف الزوجة برغم أنها بتروح ترفع قضية خلعة على جزها وبتتهمه أنه هو ضعيف الشخصية وذكرت أكتر من موقف هي تعرضت لي معاه إلا أنه أنا حاسس بشكل معين حالة من العناد وحالة من العصبية عند الزوجة بشكل ما أو بنسبة معينة أما الزوج من ناحيته أنا برضو حاسس أنه الزوج مغلوب على أمر شوية من ناحية أهله فيه يا سيدتي ناس بطبعتهم مسالمين ببيحبوش المشاكل يعني ببيستجيبوش لأي حد بيوقف وراهم ويقول لهم أمك أبوك عملت أختك عملت أختك سوت فمش على طول هيروح يعني ساحب سلسلة ظهره بقى ويروح طلع قدام أهله مراتي أولاد المش عارف إيه وانا اللذي وانا اللذي ولا يمكن لا فيه ناس مسالمين فيه ناس بطبعتهم ما بيحبوش بالفعل المشاكل فأنا في الموقف اللي انتي اتعرضت ليه كتير جدا من المشاكل ممكن تتلم بين راجل وراجل يعني الراجل اللي ممكن يكون تعرض له في إشارة أو تعرض له في الشارع ممكن كلمتين لطاف كده بيهدوا الوضع ولكن لما بتدخل الزوجة أو السيدة أو الأمة أو المرأة في الشارع في اللحظة دي وتبتدي ممكن تتعدى على الطرف الآخر وتزعق له وتعمل مشكلة هي بتولع الدنيا أنا ببقى رأيي في المواقف دي أنه طالما انتي واقفة والزوج شادد مع راجل أو متخانق مع راجل أو عامل مشكلة مع راجل حاول ما تدخليش يعني اعمله كنترول على نفسك شوية بلاش عصبيت المرأة الزيدة في المواقف اللي فيها احتكاك ما بين الرجالة لأن الستة لما بتتنرفز ممكن تزعق جدا ممكن يخرج بينها لفظ مش لطيف ممكن هو اللي يعمل مشكلة ما بين الزوج أو الطرف اللي يخصك وما بين الطرف الآخر أنا رأيي في النهاية بالرغم من أن في حالة عناد ما بين أهلك وما بين أهله اللي هي وصلتكم أنتو الاتنين للمحاكم أكيد من طرفك برضو أنت شايلة وهو كمان شايل الموضوع وصل لموضوع تبديد منقلات ووصل لموضوع اتهمات من ناحيتك ووصل لموضوع دعوة طاعة من ناحيته أرجو مش منك ولا منه أرجو من العقلاء من الأهل لازم ندرك تماما أنه اجتماع زوج وزوجة أو إنسان وإنسانة في بيت واحد بياخد فترة طويلة لغاية ما بيحصل ألفة والغاية ما بيحصل تفاهم وكل واحد ياخد على طبع التاني ويستوع بالتاني ويعرف إيه عيوبه وإيه مميزاته مفيش حد فينا كامل مفيش حد فينا زي ما الآخر عايزه بنسبة 100% لازم تقدر أن المرأة بطبيعتها كائن مختلف عن تركيبة الراجل إلى حد كبير جدا فحاول تحتويها في لحظة عصبيتها بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش المرأة مفيش أحن منها مفيش أطيب منها لو منحتها الحنان والحب والأمان هتاخد منها أكتر مما تتخيل وفي النهاية أنا بتمنى السعادة للطرفين والكل المتابعين المحترمين أشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة